ومن المسائل أيضًا ينبغي للمُستفتِ أن يُقبلَ عند إجابة الشيخ بكُليَّته على سماع الفُتية وأن لا يُشغِله عن سماع فُتية الشيخ شيءٌ من الشواغل لا رنَّة جوَّال ولا حكَّة راس ولا اشتغال بالساعة ولا تقليب رسائل ما دُمتَ أنت السائل وأنت أشغلتني بسؤالك والإجابة عنه فإذاً لا بدَّ أن تكون مُقبلًا على سماع إجابة الشيخ بكُليَّتك بكل عقلك وفكرك وسمعك وما آتاك الله من قوة إدراك وفهم أظهر للشيخ اهتمامك بإجابته وأما الاشتغال بالجوَّال أو اصبر اصبر يا شيخ شوي ويروح يتكلم واحدًا ذاني أو يشتغل بأشياء أخرى هذا مما لا ينبغي